السلام عليكم اخواني اخواتي كديرين لباس عليكم كنتم ان شاء الله تلقاكم في احسن احوال المهم كالعدة دائما معكم كل شوار اليوم ان شاء الله كما تشوفوا سننخدم معكم هذا البلاتو بعد شكل هذا يعني اللي يجي توز وين وهذا البلاتو هذا الفره كنقدر استغل لوم هذا البلاتو تعدل الججج لأنه هو الزج كتتستغل بثاف اكثر لانه كنقدرون ديرو فيم حلاوي مثلا هكا الحلوات نقدرون ديرو فيم الكيك نقدرون ديرو فيم مثلا هكا حتى لصالات مثلا ولكن غير خسل البلاتو شوية يكون مثلا الحجم ديلو شوية كبير فكيجي في الحطة ثورة كيجي وزوينين ومازال ان شاء الله نوريكم مشكلات اخرين ان شاء الله هنا ان شاء الله قبل ما رادي نبداو فكنتمنى منكم انكم دعموا القناة دي الاخت سعيدة ازرقي اللي هي صراحة من قناة ديرو ما شاء الله عليها تبارك الله فيها تاية ما يتعطى يعني تاية القناة متنوعة عندها وكنتمنى منكم انكم يعني القناة تبارك الله اللي كتعطى هذا فكنتمنى انها يعني يكون فيها واحد يكون فيها واحد دعم لانه صراحة كل ما كان ذاك الدعم دي الانسان يعني دي المتتبعين فصراحة ان سيزيد يعطي اكثر واكثر فكنتمنى ان كنتمنى انكم ملكم الدعم والقناوات يعني انا ما كان هذا الشيء للقناة دي وانما صراحة انقال القناة اللي هم مفيدة لكي يستفد منه الانسان فعلش الله يعني الانسان يعني ما شيعيب اولا مثل الانسان هكرا يدعمه مثلا سوا بكمونتر او كمونتر او بلايك او ماذا نشكرون وان شاء الله دي بغادي يندزوا للطريقة دي المستفيد مهم هنا كما كتشوفوا انا عندي هنا الانسان تتعنسوا عندي هنا تموببوج اللي هو هذا الموببوج عندي هنا ايادroz دا رش مهادي اهي 해 عندي لدي لدي شوية كبيرة لانوا عندي رغير واحدة اللي غادي نخدم بها طبيع الاحال هنا اما تستغربوش ومتضحكوش سوف أقوم بتفصيل كبير الآن هذا مهرس يعني مشطط من هنا فقالت لبعض فشغي يتلاح نستغله وبدأ ندير فيه هكذا السبايا ودكشي لأنه هو مباشرة سوف تستطيع التهزل نحل هذا المهم والأخوات الذين يسهلون على هذا فهذا هو هنا رفيه جوج هذا هنا رفيه جوجة هذا يسهلون بها الطريقة نحاولون أن يكون نضيف عن هذا الشكل وكما يتسهلون لتحكيم وتطلق نأكد العبس سوف تقتل الوقت هنا سوف نشد هذه سوف نقلبها سوف نقلبها سوف نديرها وسوف نستقبل هنا سوف نجد القضاء سوف نضع الصبعي في الوسط ونخرج لهذا ونحاول هذه الكولة سوف نضع الصبع ونضع الصبع ونضع الصبع ونضع الصبع نضع الصبع ونضع اردال ونشرح سوف نقوم üzerine خرجها ونقوم S-Con ونcons課 سوف نأكله هذا الذي يكون فيه مش حامل المرحلة فراكبه كل مرحلة يجب أن نشوف على خطرها لأنه حسنا لي كديرو شي على شي موقع نشوفه بسيشور فصراحة حسنا راكي يبقى ذلك شي كله يبقى تلصق لا يكون نشوفه مزيان فلهذا يجب أن نشوفه بسيشور أنا هنا سوف نشوفها بسيشور لأنه لا يمكن نخلال مدة طويلة ومن بعد سوف نعود الرجاع باش نكمل معكم المرحلة الثانية هنا بعد ما خلطت نشوفه عفوا نسمحوا لي أنا شوفت لكم بسيشور فأغير باش نوريكم التفوء اللي واقع هنا عليش كتلكم هنا أخذكم تخدموا بشوية وتحاولوا تمشيوا البنسوم زيان مع البخودوي لأنه هنا كما كتشوفوا هي هنا بقى شوية بايضة لكن شوية بايضة لكن ربما بينا واحد شوية لأنه هنا مدخلش في البخودوي دكشي لش أنا خلطتها بأكيد من سهل ولكن في نفس البخودوي سوف تتخدم مازل يستطيع البخودوي ومشي بشوية بشوية باش ويبقى بشوية باش أول حاجة باش كما يتقطعش تاني حاجة باش هذا البيوت دي ما زحب لن يبقى فيه مهم أنا شئ نقول لكم هي غير باش ما تقعش في الأخطاء عاكو باش يطالك نتجة جوية هنا أنا غد نخد سبغة بايضة اكريا بايضة غير بايضة غير بايضة سوف نحاول ان نصبغها كلها غير الوردة سوف نصبغ فقط منها بشكل هذا ونصبغها غير بشوية باش من خرش على الرشمة هذه الطريقة سوف نكملها ونعود الوردة سوف نكملها ونعود الوردة سوف نضغط عليها جيدًا apa المنزل وسوف نضغط عليها حقا سوف نضغط عليها بشكل كبير سوف نضيف اضافة اضافة قليلا نضغط عليهم جيدا نضغط عليهم جيدا نضغط عليهم جيدا نضغط عليهم جيدا الآن سوف أضع نضيف الحاجة هنا سوف نقص بشكل مكتل لنقص لأنه يمكننا نقص بشكل مكتل ثم نقص بشكل مكتل المترجم للقناة يمكن أن نضغط العمز نضغط العمز نضغط العمز نضغط العمز نضغط العمز نضغط العمز نضغط القطار سنضغط سوف نضع أحد الشكل سوف نضع هذا سوف نضع البومبا وعندما سوف تلصقها سوف نضع السواق نضعها على الشكل هذا نجيبه باش نريبه في البسط نأخذ الفاشيو نحن نقصه باش نقشي فاقليه نحن نقصه باش نقشي فاقليه نقشي خفيفه لا تكون كثيرا بسرع نقشي خفيفه 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 هناله قد ندر على الشر البايات باش يدار فيهم غير لساق دي الفاشيون يدار فيهم حتى تدير البايات بحرماكة باش نسدد اكت تقايبات كامل من بيني باش يخرج جوية باش منين انشف ايضا مشه اكثر من هذا ملزح سوف نضغل قليلا سوف نكمل سوف نضيف ضيق سوف نعود الى خاطره ومن بعدها سوف نعود الى رجعة لكي نكمل معكم المراحل الاخرى ان شاء الله اضع الى الوان ومن بعدها سوف نعمل الى الواق المضافة سوف نضيف الخلط هناك بالنسبة للون ليس بالضروري تقوم بعمل هذا لون أي لون آخر كما دائما سنقول لكم هذا غير أفكار ونظروا لكم تعودوا تغيروا بشكل اللي بغيتون هذا يبقى ذلك شيء خسياري سأكمل ونبدأ رجع هنا يبقى ماء خليته حتى نرى مزيد دورت لولفاشيوم هنا في جنب هنا كما تشوفوها يعني دلت له هنا انتما الشيك يبقى غير الخسيار اللي بغيت يديروا يديروا اللي ما بغاش بلاش هل عكا المهم ده غادي نعودوا يزيدن الصبغة ثاني هل غادي نخد صبغة كحلة هدي أكري لك حلة المهم أنا هاد العملية قدرتها لانه سيطرة نحية سكوتشو نديروا الفاشيوم باش ما نطوولش بزاف لانه باقي رابيديو يعني مشاف طول بزاف مغمعنى راك نخصة صرفيه شوية ومع ذلك رابي يطويل بزاف مهم هر هكا ذاك شاشو وقدرت هكا حيتلو سكوتشو ودرتلو الفاشيوم ولكن مهم انا شرحت شليكم مهم دابع ناخد الشيذي الصبغة مهم اللي ما اعرفش هاد اره هاد اره هاد يدو بوسوها كان في الجناب مهم سوف نحاول ان نغرق كله ودابع نسبغ كله وفي نسبالات السبغ هاد يرتدي سوف نتجح جميع مراز لكي تعرفوا كي لا يصبغ فوق منها بالكحل ما يبقىش يبالية ذوك من مثلا هكا شوية يبقى سبالية بذيك الكحولية ما يبقىش تبال وبالنسبة للاخوات اللي ما فعلين ما كيفهموش بالنسبة لهذا الداريجة دينا فانا رادي نخلي الشرح ديل هذا يعني ديل الخدمة كلها نخليها في صندوق الوصف يعني قاعد ما بد باش خدامت ولا طريقة تشرح دل الخدمة كلها را هتكون واجده في صندوق الوصف أنا بنسبة لي هاد الكحل غادي نخلي حتي نشوف وغادي نعود واحد اخر عاوتين غادي نعود لكوش تانية يعني وغادي نخلي حتي تنشوف من بعد غادي ندلع السبا غادي لطموبيلات كما كنت لكم انا صبغ طموبيلات مكليش نديرها لانه خاصة تكون يعني قد تكون على اي ما في السطح ولا تكون على كمسلا يعني هنا بنسبة لي شوية قد تخلق حتي فيها شوية الريحة هذيك ومن بعد هاد غادي ندلع السبا غادي ندلع السبا غادي ندلع السبا غادي لكن كانوا يجوا عند لكي يخدوا الطر وصرا كتنس طارقة كسكاديرة معا مميم انا هنه غادي نكمل وغادي نعود وكمما كتلكم وغادي نخلي حتي نشوف ومن بعد غادي نبرنا لكم الشكل نهائي ديه اخواني اخواتي كان هدا هو الشكل نهائي ديلا البلاتو هدا فكنتمنى ان اعجاب ديلكم اه متنسوش تبعزوا لي بتعليقات و تشجعات ديلكم و متنسوش لي لايك يعني هدا كما تيقولو كدا بش يعني تزيدوا تشجعوني وانا قدر نعطيكم يعني المزيد و المزيد ان شاء الله في يعني في هدى الميدان ديلي بلاتوات ولا في اي ميدان اخر ان شاء الله و كما كتشوفو هنيا هدا هو البلاتو وهنايا هدى اللون هدا هرا ما شيء بالضروري انا نديرو نقدر نديرو البيض نقدر نديرو اي لون اخر مسلا انت كيبقى خيخ سياري انا خديصة لكلو غادي على حسب مشيت على حسب اهدى الوردة فكما كتشوفو هنرا ما درسوش كلو يعني درس بلاسة و بلاسة هاك يعني باش اجابات الشكل هدا باش يبين الشكل ديالو اه وما اه كما كتلكم كان هدا هو الفيديو ديال اليوم ودي الفكرة ديالك الفيديو هادا وكنتمنى انا دنيا الاعجاب ديالكم نشكر جميع اخوان الاخوات لما المغريب وخرج المغريب وكنتمنى التوفيق ان شاء الله الجميع والسلام عليكم الفيديو اخرى ان شاء الله وفكر اخرى ان شاء الله